عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد الاجتماع طرح الملفات التي تعمل عليها الوزارة ومن بينها دعم شركات النشئة وخطة تنشر الفايبر لدعم الانترنت الثابت بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الكرة المصرية بالإضافة إلى خدمة التعهيد ودور الوزارة في التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتصميم البرامج التدريبية المؤهلة يأتي ذلك في ظل ما يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر من تطور غير مسبوك بفضل التحول الرقمي مما أسهم في دفع نمو القطاع وتسريع رقمنة وتطوير الحلول والخدمات التكنولوجية في شتى القطاعات ترجمة نانسي قنقر